عودة إليكم من جديد مشاهدين الكرام نفتح ملف نقاش لهذا الموعد الإخباري الرابع لنهار اليوم والذي يتعلق دائما بامتحان شهادة التعليم المتوسط وللحديث أكثر حول هذا الموضوع أستضيف معي في الستوديو السيد مسعود عمراوي مفتش تربية سابق مساء الخير سيدي شكرا يقبلك الدعوة شكرا مصر إذن في البداية أستاذ أزياد من 800 ألف مترشح يشتزون شهادة تعليم المتوسط ابتداء من اليوم الاثنين اليوم الأول من الامتحان جرى في ظروف تنظيمية حسنة والمواضيع كانت في المتناول والعديد من الأسئلة أيضا كانت مباشرة حسب طباعات التلاميذة لكنك شفت المواضيع كيف كانت حسب رأيك بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الإسئلة حقيقة الأمر أن أسئلة اليوم كما وعاد وزير التربية بأنها ستكون ضمن البرنامج الدراسي وكانت فعلا ضمن البرنامج الدراسي ومن الطبيعي لا تكون كل الأسئلة مثل بعضها البعض لأنه من طبيعة الأسئلة أن تكون متدرجة من السهل إلى المتوسط إلى الصعب لأن هناك في مادة التربية التكنولوجية على سبيل مثال الفيزياء هناك التلاميذ يؤكدون بأن هناك سؤال الأول فيه نوع من الصعوبة أنا أقول من الطبيعي أن يكون هناك سؤال في أي مادة من المواد أن يكون خاص بالنسبة للمتفوقين والمتميزين وإلا كيف نميز بين تلميذ المتوسط وبين تلميذ الممتاز هذا شيء طبيعي المهم أن تكون الأسئلة وتكون من المواضيع التي درسها التلميذ وهذا هو الأهم نحن اليوم نعم في شهادة التعليم المتوسط هذه الشهادة التي يليها كل الأولياء والأبناء إلى أهمية بالغة باعتبار هذه الشهادة ستدخل ضمن المسار الدراسي والمهني بالنسبة للتلميذ فهي عبارة عن حصاد سنة دراسية كاملة تتوج بهذه الشهادة في نهاية المطاب ليبرز التلميذ المتفوق الذي قد وجد طيلة سنة الدراسية نعم أستاذ عمروي نقطة مهمة نتطرق إليها أن العديد من المترشحين يتعرضون لنوبات هلع وخوف عند بداية الامتحان وعند رؤيتهم للمواضيع ربما كيف يجب التعامل مع هذه الحالات من طرف الأساتذة ليكونوا في الحراسة أو موظفي أيضا ليكونوا الثم أولا هؤلاء التلميذ ينبغي مسبقا أن يكون هناك مرافقة نفسية من طرف الأساتذة ومن طرف الأولياء ولذلك نحن مربينا دائما نؤكد على دور الأولياء الدور الإيجابي لأنه في هذه المرحلة لا ينبغي أن يتعرض التلميذ لضغوطات بل يجب أن يساير ويرافق وتقدم له كل الظروف الضرورية في التلميذ في حقيقة الأمر هو يذهب إلى شهادة التعليم المتوسط الأسئلة مثل بقية الأسئلة في الأساتذة الذين يحرصونه قد يجدوا التلميذ أستاذة من يحرص عليه وكذلك هذه الأسئلة تلقاها التلميذ في وقت سابق في مختلف الفصول وبالتالي لا خوف على أبناء تلميذ فهو امتحان عادي جدا خاصة وأنه تلقى امتحان تجريبي وقدمت له هذه الوثيقة أو الاستمارة الأولية التي ملأها اليوم ولبالتالي فالتلميذ لا ينبغي أن يتفاجأ يذهب باطمئنان تام لأن الكل سيستقبله استقبال حار وبابتسامة عريضة فهؤلاء كلهم يحرصون على راحته وعلى نجاحه طيب أستاذ عمراوي لما تكلموا عن شهادة تعليم المتوسط ربما اعتدنا في سنوات الماضية لظاهرة الغش وسط التلميذ أو التسريب بعد مواضيع هذا الامتحان اليوم وفي هذه السنة امتحان البيام لسنة 2024 لم تسجل أي حالة أو أي حادثة في اليوم الأول من الامتحان وكذلك وزير التربية كان صرح اليوم أن ظاهرة الغشتة رجعت بنسبة كبيرة جدا وأنه لا يجب تدخيم هذه الظاهرة اليوم إنها مسؤولية كبيرة ووزار التربية بصريحة العبارة أدت ما عليها سواء من حيث إشهار ومن حيث إعلام الأولياء ومن حيث دورهم فيما يخص متابع التلميذ ونمؤ هذه الأيام فقط لقد صدر قانون ردعي من طرف وزارة العدل بمعنى أن هناك عقاب شديد يتعرض لمن يغش في وقت سابق بكل أسف كان الوضع كارثي بأتم معنى الكلمة حيث أن الأسئلة والإجابة تنشر على صفحات تواصل اجتماعي لأنه لم يكن هناك اهتمام بالغ بذلك والآن أعتقد أن الدولة من خلال هذه الصرامة أو خلال هذه المتابعة وهذا ما يستوجب أن يكون لأن التلميذ الذي يغش وفي المستقبل سيكون هو رجل المستقبل وإن كان بدأها في الغش فهو تحتيم للدولة والدولة تحريصها على أن يكون هذا التلميذ رجل المستقبل هو الذي يبني هذا الوطن وبالتالي أعتقد أنا أتمنى أن التلميذ يذهب إلى الامتحان ولا يفكر أبدا في الغش لأنه عابث يحاول إن فكر في هذه الطريقة بدون أن يتفكر في الوسائل الرضعية لأنه يضيع وقته فقط ففي القسم يوجد لديه حارسان أو ثلاث حراس فلا يمكنه بإحالة من الأحوال أن يغش وكذلك أعتقد أن هناك وسائل حديثة تملع ذلك في وقت سابق كان التلميذ يمكنه أن يتصل بالعالم الخارجي ويمكنه أن يستقبل الإجابة أما الآن هذا الدور قد انتهى ووزارة تربية والدولة بصورة خاصة لأن هناك وزارات عدة تشارك في هذا الامتحان وبالتالي اتخذت كل إجراءات والتدابير لمنع عملية الغش نعم كذلك من المهم جدا أن يعي تلميذ نفسه أنه كل طرق الغش ليست مخرج أو ليست حل ربما لنيش هذا التعليم المتوسط نعم الحكمة تقول اعتماده على النفس وسيلة لنجاح الذي يعتمد على الغش أول وقبل كل شيء هناك بعض التلاميذ بكل أسف لما يصل إلى في القس في وقت الامتحان يسعى بأن يغش من تلميذ الموجود أمامه وموجود خلفه أنا أنصح أبناء التلاميذ هؤلاء التلاميذ لا يعرفونهم لأننا نعرف أن في شهاد التعليم المتوسط هناك تلاميذ من مختلف المؤسسات التربوية فلا يعرف مستواه أبدا قد يكون هو المتفوق وبالتالي لما يغش فإنه يضيع نفسه ولذلك فأنا أنصحه تفادي ذلك مطلقا والنقطة الأساس أيضا أنصحه بأن لا يسأل زملائه في وقت الراحة عن الإجابة هل إجابته صحيحة أم ليس صحيحة أقول له أن ما فات فات وأقول للأولياء أن ما فات مات كذلك لا ينبغي أبدا أن يحرجوا أبناءهم لما يعودوا إلى المنزل ويطرحون هذه الأسئلة بحدة لكي يجيبهم الأبناء طبعا حتى ما يطرش عليها الأمر في الانتحان المقبل لأنه إذا استمر هذا الضغط فإنه يؤثر سلبا على أبناء التلاميذ أنا أؤكد للأولياء ينبغي على التلاميذ أن يناموا وأن يرتاحوا في هذا الوقت لأن هذا الوقت هو وقت الراحة هو الاستعداد النفسي وليس الاستعداد المادة ثلاث سنة دراسة وهو يراجع هو يكد ويجتهد ويبدو الجهود ويصهر ليالي حان الوقت الآن ليستريح ويرتاح ويفكر في الانتحان ويذهب إليه باطمئنا كذلك هناك المرافقة ربما مرافقة الأولياء لأبنائهم طيلة أيام اجتياز امتحان شهادة تعليم المتوسط ربما هذا الأمر يمكن أن يشكل ضغط على التلاميذ الاهتمام في الحقيقة شيء يثمنه شيء ضروري جدا أن الولي لا بد أن يهتم بهم فيه جانب إيجابي وجانب سلبي من حيث الضغط ولكن إذا زاد الشيء عن حده عن قلب إلى ضده الضغط الكبير هذه المرافقة نجد بعض الأولياء من الصباح وهو أمام المؤسسة ولا يغادرها إلا بعد أن يخرج ابنه وبالتالي يطرع لي تساؤلات كثيرة أنصحوا الأولياء أن يتركوا ابناءهم في ظروف طبيعية جدا فقط ينبغي أن يوفروا لهم الأجواء الملائمة في المنزل وأن يعيدونهم بتثمين جهودهم والمكافآت إن تفوقوا وهذا شيء طبيعي أما هذا الضغط الشديد فينبغي تفاديه طبعا بالعودة أستاذ نسعود عمراوي لتصريحات وزير التربية اليوم أكد أن القانون الخاص بقطاع التربية لا يخضى حاليا لإضافات أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ربما ما المتوقع من هذه الإضافات خاصة وأنها ربما سيستفيد منها عمل وموظفية القطاع خاصة وأنها ستطبق بيئة الرجعي منذ الفاتح جنفيا 2024 من خلال متابعة لهذا الملف الذي تضمن اختلالات كثيرة في قانون 12.240 حيث تسبب في نزيف كبير للأساتذة وموظف قطاع التربية الذين أحيلوا جبرا على التقاعد نتيجة ما تضمنه من اختلالات أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية أولى هذا الملف اهتمام باله أول نقطة أكد في تصريح سابق بأنه سيطبق بأثر رجعي ابتداء من 1 جنف إلى 2024 بمعنى حتى أنت أخر وعند المثل العام يقول الشغل المليح يبطى خاصة سيد وزير الطربية أكد بأن هذا الملف يتابعه السيد رئيس الجمهورية شخصيا دون شك فإنه يريد أن يتفادى الاختلالات السابقة دون شك أعتقد أنه يريد أن يمنح لهذا القطاع ويجعله قطاعا استراتيجيا فالدول المتقدمة دون شك تولي اهتماما بالغا لقطاع التربية لأن كل رجال الدولة يتخرجون من المدرسة وبالتالي إن منحت الدولة الاهتمام البالغ لهذا القطاع سيخرج كذلك كفاءات وعبخريات وإطارات نابغة وقادرة على تسير الدولة وهذا ما نأمله ولذا أعتقد أن السيد رئيس الجمهورية من خلال صريحاته سيليه إلياء بالغا ما نتمنى أن يكون هناك عدالة في التصنيف وعدالة في الترقية وعدالة في الإدماج وتثمن وظيفة رجل التربية وإمرأة في قطاع التربية هذه الوظيفة التي تسحق كل الاهتمام والرعاية الكاملة طبعا السادة مسعود عمروي تترقنا قبل قليل لنقطة مهمة تتعلق بمعامل شهادة التعليم المتوسط أسريت كذلك على هذه النقطة التي ربما نعتبرها مهمة جدا للإصلاحات المتوقعة فيما يخص شهادة التعليم المتوسط وهذا ما آمله كان في وقت سابق أن معامل شهادة التعليم المتوسط هو معاملان ومعامل السنة الدراسية معامل واحد هنا تظهر إمكانات وقدرات أبناء التلاميذ ويظهر ملمحهم الحقيقي في التفوق والانتقال إلى سنة العليا في حين أنه في وقت سابق ولظرف سياسي فسيد رئيس الجمهورية المرحوم السابق لوضع سياسي جعل لا مفاضلة ولا فرق بين سنة دراسية وشهادة التعليم المتوسط أعتقد أن هذا الخطأ قد حان الوقت أن يصح لأنه بكل وضوح أنا أقولها بكل وضوح لأن هدف الأساسي هو الرقي بالمدرسة الجزائرية أن هناك بعضا من المؤسسات التربوية ولا نتهم الجميع أن هناك تضخيم في النتائج في معدلات سنوية ولذلك لقد سجلنا ولاحظنا أن هناك بعض من التلاميذ يتحصلون على معدل خمسة أو ستة من العشرين في شهادة تعليم المتوسط وينتقل إلى السنة الأولى الثانوية فهذا غير مقبول وغير منطقي وبتالي المطلوب من وزارة التربية تكليف المفتشين بمراقبة كل المؤسسات التربوية ومراجعة معدلات الفصية مع معدل شهادة التعليم المتوسط من يستحق المكافأة في اليكافأ ومن يستحق الإعقابة في اليعاقب ولذلك أملي كبير في السيد وزير التربية إعادة الاعتبار لشهادة التعليم المتوسط من خلال رفع معاملها إلى معامل اثنين بدل واحد كما هو حاليا في هذا الوقت الحالي يعني تكون هناك مراقبة ومعاينة ربما من طرف بيجان خاصة مراقبة ومعاينة ومتابعة هذا ما أؤكده لأنه صراحة هناك بعض من تلاميذ في بعض المؤسسات يتحصلون على معدلات الدنيا ولما يجمع لهم المعدلات الفصية ينتقلون إلى السنة الآلة ولما يذهبون إلى الثانويات فإنهم لا يستطيعون مواكبة دراسة لأنهم سواهم متديني وضعي كما أنصحوا أيضا الأولياء من حقهم أن يتحصل أبناؤهم على نتائج جيدة وأن يكونوا حريصين جدا لأن الآن الولي من طبيعة الحال نحن نعلم بأن هناك ما يسمى بالتوجيه المدرسي في التلميذ لا ينبغي أن يفكر في النجاح فقط يجب أن يفكر في النجاح وبتفوق ليختار الشعبة التي يرغب فيها وهذه الشعبة لا يمكنه أن يختارها إلا إذا كان ملمحه يؤكد بأنه متفوق في هذه الشعبة إذن لدينا مساب دراسي ينتهي بالنجاح وبعد ذلك يأتي دور التوجيه المدرسي الذي لا ينبغي أبدا آدم الاهتمام به بل ينبغي الاهتمام البالغ به نعم أستاذ مسعود عمراوي مفتش تربية سابقا سنواصل النقاش ولكن بعد هذا الفاصل أهلا بكم من جديد ومشاهدين الكرام نواصل نقاش المتعلق بامتحان شهادة التعليم المتوسط مع ضيفي الكريم الأستاذ مسعود عمراوي مفتش تربية سابق قبل الفاصل الإشهاري كنا نتحدث عن ضرورة إعادة الاعتبار لشهادة تعليم المتوسط نعم أصبح أكثر من ضروري بالنسبة للشهادات عموما سواء شهادة التعليم المتوسط أو شهادة البكالوريا خاصة شهادة البكالوريا ونحن مقبلين عليها في الأسبوع القادمة لأن شهادة البكالوريا إن فقدت مزاقيتها فإن الدول المحترمة هي التي تحافظ على مزاقية هذه الشهادة باعتبار هذه الشهادة إن فقدت مزاقيتها فإن الطالب في أي دولة من الدول لا يقبل في أي جامعة من جامعات إن خرج من وطنه ولذلك في الشهادة يجب أن يكون لها مصداقية وحتى شهاد تعليم المتوسط هناك فرق كبير بين تلميذ نجح وانتقل إلى السنة الأولى ثنوي فقط بالمؤدل الفصلي والسنوي وهناك تلميذ تحصل على شهاد تعليم المتوسط وله مؤدل يؤهله للانتقال لأن هذه الشهادة في نهاية مطاب ستكون ضمن مساره الدراسي وضمن مساره المهني لا ينبغي أبدا أن يستهين بهذه الشهادة ولذا أملنا كبير أن أبنائنا يهتمون اهتماما بالغا بامتحانات هذه اليومين للحصول على شهادة تعليم المتوسط يتتم ربما بعدها أستاذ عامراوي مرحلة بعد اجتياز باكالوريا وتحصل على هذه الشهادة يتم اختيار ربما الشعبة التي يود تلميذ مواصلة المسيرة الدراسية في المرحلة الثانوية أين يتم في بعض الحالات وبعض الأحيان الأولياء يجبر ابنه اختيار شعبة العلمية مشكورة ابنتي على هذا السؤال كثير من الأولياء يفرضون على أبنائهم توجه إلى شعبة معينة في حقيقة الأمر أن التلميذ له ملمح معين وله كذلك الرغبة في الاختيار من حقه أن يختار الشعبة التي يرغب فيها وليس الوليه الذي يختار هذه الشعبة سواء بالنسبة لشهاد تعليم المتوسط والانتقال إلى الأولى الثانوي أو بالنسبة للنجاح في شهاد الباكالوريا والانتقال إلى الجامعة وكأن الوليه حينما يخفقه في التوجه معين ولا يحققه في حياته يريد أن يحققه له ابنه وهذا يعتبر خطأ فادح وكثير من تلميذ يعيدون السنة ولا ينجحون نتيجة فرض الأولياء على أبنائهم اختيار شعبة معينة وهو غير راغب فيها ولذلك ينبغي أن نعطي الحرية الكاملة لأبنائنا التلميذ في هذه الرغبة إضافة إلى ذلك هناك أساتذة يعلمون جيدا مصلحة أبنائهم ويعرفون ملمح هذا التلميذ وما هي الشعبة التي تليق به لتكون في مساره المستقبلي ويضمن له النجاح إن شاء الله ربما نقطة أخرى أستاذ مسعود عمرهوي بما أن المترشحون لاجتياج سهادة التعليم المتوسط غدا الثلاثاء سيجتازون مدى الرياضيات ثم لغة الإنجليزية وبعدها التاريخ والجغرافيا في الفترة المسائية لبعض من المترشحين يعتمدون فقط على المواد الأساسية هذا خطأ فادح تلميذ الذي أراد أن يتفوق يجب أن يهتم بكل المواد دون استثناء هذه المواد التي يعتبرها استثنائية وغير أساسية هي التي سترفع من معدله وأنا أنصح أبناء التلميذ أيضا بهذه المناسبة غدا مادة الرياضيات في الصباح هناك بعض التلميذ يستعجلون ويخرجون قبل الوقت وبعدما يخرجون يتفطنون بأن هناك سؤالا معين لم يجيبوا عنه أو يتفطنون بأن هناك سؤالا بسيط بإمكانهم الإجابة عنه ونسواه ولذلك ينبغي للتلميذ أن يستغل كل الوقت إتمام كل الوقت نعم وفي نفس الوقت أنصحه أيضا بأن يبدأ دائما بالأسئلة البسيطة والسهلة يضعها جانبا بعد ذلك يهتم بسؤال الصعب يقضي فيه معظم وقته ولا يخرج أبدا قبل الوقت وينبغي عليه أن يراجع الأسئلة سؤال بسؤال ويتأكد بأنه أجاب عن كل الأسئلة وهذه هي نصيحتي لأبناء التلميذ إذن كما أشرت أنت من أراد أن يتفوق عليه أن يهتم بكل الموال وكل التلميذ الذين تفوقوا وتحصلوا على معدلات 19 فصائد يهتموا بهذه المواد التي يسمونها بغير أساسية أو بمواد ثانوية نعم سيد مسعود عمروي في الختم ربما نصائحك ليس فقط للتلميذ الذين سيستزون هذه الشهادة ولكن فقط أيضا للأولياء أيضا لربما يعيشوا نفس الضغط أو الضغط مضاعف كذلك الآن نحن في فطرة امتحانات والكل بحاجة إلى راحة نفسية وهدوء تان في الأولياء كما أشرت لا ينبغي أن يضغطوا على الأبناء بل يوفروا لهم الأجواء الملائمة ويستقبلونهم استقبالا ملائما وبتتامة عريضة وفي نفس الوقت يوفرون لهم الإمكانات الضرورية ويعيدوهم بتحفيزات مناسبة في وقت نجاحهم أما أبناءنا التلاميذ فهذا الامتحان هو مثل بقية الامتحانة لا يوجد فيه أي صعوبة وقد تأكدوا اليوم والجميع يتكلم بأن الامتحان كان في متناولهم وبإمكان التلميذ الذي درس وتابع دروسه أن يجيب عن هذه الأسئلة وفي نفس الوقت أيضا أنصحه بأن لا يسأل أي تلميذ بعد الخروج إلى الراحة أو بعد نهاية الحصة عن الإجابة النموذجية لأن التلميذ لا يمكن أن يقيم نفسه أبدا يقيمه ويقومه الأستاذ وبالتالي لا يعتمد على إجابات زملائه وهذه هي نصحتي وكل التوفيق والنجاح إن شاء الله لأبناء التلميذ ويسعدوننا في نهاية السنة الدراسية وبعد نهاية الامتحان خاصة بالنسبة للأساتر والطاقم الإداري والتربوي للأسرة التربوية لأنهم ينتظرون تمر تجهودهم طيلة سنة دراسية كاملة نعم بتوفيق لكل تلميذ أستاذ مسعود عمراوي مفتش تربية سابق شكرا جزيلا لك على حضورك معنا من خلال هذا النقص شكرا مصولون لك شكرا